بسم الله الرحمن الرحيم أبناء وبناتي طلبية وطالبات المدارس التجارية شعبة قانون الصف الثالث أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات في بيتنا مدرس من خلال قناة التعليم الفني بتلفزيون المصري كنا بنتكلم في ست مواد عندنا قولنا اللي هما المواد بتوع القانون قانون التجاري قانون الأحوال الشخصية قانون مدني قانون المرافعات قانون لوائح قانون العقوبات قانون الإجراءات الجنائية النهاردة ان شاء الله هنتكلم في مادة الأحوال الشخصية كنا نفتكر كده مع بعض اللي احنا كنا بدأناه من أول السنة كنا بدأنا بالكتبة احنا عارفين طبعا كل أحوال الشخصية بيتكلم عن الأحوال الشخصية المتعلقة بالأسرة فالأسرة بنبدأ بالكتبة نفتكر عرفنا الكتبة تعريف الفقهي وتعريف اللفظي شفنا موانع الكتبة شفنا شروط صحة الكتبة شفنا الحكم في حالة الرجوع عن الكتبة سواء بالنسبة للهدايا أو بالنسبة للمهر خلصنا الخطبة دخلنا على الزواج عرفنا الزواج لو عقد الزواج بعد كده كاننا في شروط عقد الزواج وكان عندي شروط كتير جدا شروط صحة شروط انعقاد شروط لزوم شروط نفاذ شروط قانونية بعد ما خلصنا زي الشروط وكل العناوين اللي بقولها دي عناوين مهمة جدا وبتكون موضع سؤال في الامتحاد اتكلمنا بعد كده عن انواع عقد الزواج شفنا العقد اللازم والعقد غير اللازم والعقد المقوف والعقد الفاسد والعقد الباطل وساعتها اه زي ما يكون كان مثلا غشيش تكو ازاي تقدر تميز ما بين كل عقد وعقد هو بيكون بدرجة بدرجة الزام العقد من حيث صحة الشروط والاركان وهكذا حتى بداية من العقد اللازم نهاية بالعقد البطن بعد ما خلصنا انواع العقود عقد الزواج يعني دخلنا في اثار عقد الزواج وقلت لكم ان اثار العقد اي عقد مش شرط عقد الزواج معناه حقوق وواجبات اطراف العقد انا بتكلم عن عقد الزواج يعني حقوق واجبات الزواج والزواج قلت ان فيه ثلاث صور للحقوق فيه حقوق مشتركة يعني للزوج والزوجة الاثنين زي بعض زي حق المراث وحق ثبوت النسب والعشرة وما الى ذلك وقلنا فيه حقوق للزوجة وحقوق للزوج حقوق الزوجة كانت تنقسم لقسمين حقوق مالية وحقوق غير مالية كانت الحقوق المالية لواء المهر والنفقة وشوفنا المهر عندنا مهر المسمى وعندنا مهر المثل وشوفنا متى يسقط نصف المهر ومتى يسقط المهر كله بعد كده قلنا ان مهر المست ومهر مثل امرأة من اهل ابيها زي اختها او بنت عمها ودنا ليه حالة لو لم يذكر او اذا كانت تسميته في العقد باطلة او اذا اختلفه في تسميتي بعد كده اتكلمنا في النفقة وقلنا ان النفقة هي واجبة على الرجل لزوجته وقلنا لمجمع من الشروط ان يكون عقد الزواج صحيح وان تكون الزوجية قائمة ما الى ذلك واتكلمنا متى تسقط النفقة ومتى لا تسقط النفقة على الرغم من ان المرأة لا تطيع زوجها احيانا قلنا في حالات لا تسقط النفقة في بعض الاحوال بعد ما خلصنا النفقة تكلمنا عن مسكن الشرعي وشروط المسكن الشرعي وبعد كده تكلمنا عن الميراث والميراث يعتبر من الحقوق المشتركة ما بين الزوجين وشوفنا ان الزوج ليه حالتين والزوج عليها حالتين الحالتين بتوع الزوج لهم النصف او الربع نفتكرهم كده النصف لو الزوجة توفيت ومعندهاش فرع وارس وكلمة فرع وارس يعني أبناء سواء زكور أو إناس لا فرق بين الأبناء زي كانوا أولاد أو بنات والابن هنا تعني ابن الابن كمان يعني مش شرط الابن فقط لا غير والربع لو هي كان عندها فرع وارس أما حقوق المرأة في الميراس كان لها برضو نصيبين هي ترس الربع أو التمن الربع لو الراجل اللي مات توفى ومعندهش فرع وارس أما إذا كان عنده فرع وارس بترس التمن وشفنا شروط استحقاق الميراس أن يكون عقد الزواج صحيح أن تكون الزوجية قائمة وشفنا مونع الميراس اختلاف الدين أو القتل يعني إذا قتل الوارس الطرف الآخر لا يرس لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن القاتل لا يرس بعد ما خلصنا الميراس وما إلى ذلك دخلنا في الطلاق والطلاق من الدروس مهمة جدا وكان درس كبير جدا لأننا اتكلمنا في أنواع الطلاق بداتا من تعريف الطلاق قلنا هو رفع قيد الزواج الصحيح في الحال أو المقال باللفز يدل على ذلك صراحة أو بالكتابة أو بالإشارة المفهومة تكلمنا في أنواعه شفنا فيه أنواع ترفع الزواج في الحال اللي بتسميه الطلاق البائن وأنواع لا يرفع بها الزواج في الحال أو قيد الزواج في الحال وبيستمر للزواج خلال شؤور العدة اللي احنا بتسميه الطلاق الرجعي واتكلمنا بعد كده عن حالات الطلاق البائن وحالات الطلاق الرجعي واتكلمنا عن الأمثلة اللي بتاع الطلاق البائن إننا فيه طلاق بيننا كبرى وطلاق بيننا صغرى. تزه 1600 الطلاق عن طريق الآضي. الطلاق قبل الدخول. الطلاق على مال. ده مباينين بيننا صغرى. لا تحل لو إلا بعقد جديد ومهنج جديد. أما الطلاق الرجع لو نتذكر هذا يجوز للرجل أن يستعيد زوجتي مدامة في العدة دون رضاها. وده بنسميه الرجعة. بنسميه ايه الرجعة. إذن فيه فارق بين الطلاق الرجع وبين الرجعة. الطلاق الرجع اللي هو الطلاق نفسه نوع الطلاق. أما الرجعة اللي هي الحالة القرار اللي يتخذ الرجل بإعادة زوجتي إلى عسمته دون رضاها ودون عقد جديد ودون مهر جديد ولكن اشترط هنا أن يكون طلاقا رجعيا واشترط هنا أن يكون كلال شهور العدة وقلنا الطلاق البائم بيننا كبرى له حالة واحدة فقط وهي الطلاقة المكملة لثلاث بعد كده اتكلمنا في أنواع الطلاق اللي هو بالنظر إلى صيغته اللي هو الطلاق المضاف والطلاق المعلق والطلاق المنجز طلاق المنجز قلنا الذي يقع في الحال يقول لها أنت طالق طلاق المضاف يقول لها أنت طالق بعد شهر أنت طالق بعد شهرين يعني بيضيفه لزمن المستقبل الطلاق المعلق اللي احنا بنشوفه كتير جدا للأسف يقول لها إذا فعلت كذا أنت طالق وخلص الرأي الغالب اللي بياخد به القانون المصري أن الطلاق المعلق على شرط هيعتبر في حكم اليمين وليس طلاقا إلا إذا كان الزوج يقصد طلاقا ولا يقصد شيئا آخر طيب إذا كان الطلاق حق للرجل وربنا سبحانه وتعالى أدهوله ولكن المرأة المرأة إذا كان هناك ما يعكر صفوها بزوجها وكان الزوج يرفض أن يعطيها حريتها بالطلاق فربنا سبحانه وتعالى جعل لها مخرج جعل لها سبيل أن هي تفتدي نفسها من هذه الزيجة الكارهة لها من هذه الزيجة الجير مستقيمة من هذه الزيجة اللي هترتب عليها أشياء تضر أكثر مما تنفع وهو الخلع هنعرف النهار ده إن شاء الله هنتكلم عن الخلع وأحكامه ونتكلم عن شروط الخلع طبعا وهنتكلم عن الأسار المتفق عليها والأسار المختلف عليها تعريف الخلع قلنا الخلع الذي أباحه الإسلام مأخوذ من خلع الثوب حيث قال تعالى ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم هن لباس لكم هن تعود على النساء للزوجة يعني هن لباس لكم وأنتم الرجال يعني لباس لهم نقول الآية تاني هن لباس لكم وأنتم لباس لهم اللباس اللي هو الثوب ويسمى الفداء زي ما قلت من شوية أن المرأة تفتدي نفسها إذا كنت أنت يا راجل مش عاوز تطلع فنقدر أفتدي بحقي سواء في المؤخر أو في الصداق أو ما إلى ذلك أن أنا أفتدي نفسي بهذا المال مقابل أن أنا أتلع منك ويسمى الفداء لأن المرأة تفتدي نفسها بما تبذله لزوجها شوف بعد كده الفقهاء عرفوا الخلع بإيه قال فراق الرجل ده تعريف الفقه للخلع ولاده فراق الرجل زوجته ببدل يحصل عليه بلفظ الخلع تاني هو فراق الرجل زوجته ببدل يحصل عليه بلفظ الخلع يعني هنا بدل يعني فيه مقابل يعني الراجل هنا طالما فيه خلع ببقى فيه مقابل كتعود لي مقابل أن المرأة خلعته بدون إرد الأصل في مشروعات الخلع إيه طيب يعني هل الخلع ده حلال ولا حرام دايما لما قلنا كده جينا شرحنا في الأحوال الشخصية الأسانيد بتاعتنا يا الكتاب يا السنة الكتاب له القرآن والسنة اللي هي بتاعت رسول صلى الله عليه وسلم سواء كانت صوتنا قولية أو فعلية أو تقريرية طيب الكتاب ربنا سبحانه وتعالى في القرآن إيه ولا يحل لكم أنا ربنا سبحانه وتعالى بيكلم الرجالة ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا أن يخاف هنا يخاف الرجل والمرأة الزوج والزوجة ألا يقيم حدود الله فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به هنا ده يعتبر تصريح وواضح من الآية أن الست هنا إذا حست أنها مش تقيم حدود الله وهو زوجها وهو رافد طبعا قلنا للطلاق فهي بتفتدي نفسها وده يعتبر دليل على مشروعات الخلع أما السنة لو الدليل التاني من حيث القوة طبعا السنة يعني حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو فعل أو تقرير لموقف حصل ورسول صلى الله عليه وسلم يئما أقر أو سكت ورسول عليه الصلاة والسلام لا يسكت عن باطل طيب جاءت مرأة ثابت بن قيس زوجة ثابت بن قيس ده أحد الصحابة ثابت بن قيس ما اعتب عليه في خلق ولا دين ده ثابت ده حاجة بسم الله ما شاء الله زال فل يعني راجل ملتزم وأخلاق زال فل ولكني تكلم عنها في سابق أكره الكفر في الإسلام هكفر لو استمرت معي يعني لو فضلت على زمته هكفر من الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقتي طبعا هنا الرسول عليه وسلم يعلم أنه كان قدم لها لو سابت ماهر عبارة عن حديقة قالت نعم وفي رواية أخرى نعم وزيادة يعني لو طلب زيادة هديله يعني بالشرط بس الحديقة إذن في روايةين للحديث ده حديثة الرواية الموجودة دي نعم هردله الحديقة ورواية أخرى نعم وزيادة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة طبعا بعد ما جاب ثابت وطلقها تطليقة تطليقة هنا تعتبر كأنه فعلا مطلق يعني طلاق باقي زي ما نشوف بعده حكم الخلعي الحكمة من تشريع الخلع أنا قلته في المقدمة اللي بدأت بها الكلام عن الخلع ولكن بسياق مكتوب بنقول هو باب فتحه الله ليفرج به كرب امرأة هنا المرأة لما تكون بيتعيش غصبا عنها مع زوجها الرافض للطلاق هذا كرب وكلمة كرب يعني شيء صعب جدا جدا يعني ليفرج به كرب امرأة تبغض زوجها ولا يريد طلاقها هنا اشترطنا قلنا لأنه طبعا ورافض طلاق الطلاق في ايدك طب كالواص طلاق في ايدك طلق انت مش راض وهي رافضة تعيش معك يبقى تستخدم حقها اللي ربنا ادأولها وشوفنا الاصل بتاعز الحق من الكتاب ومن السنة فترفع امرها الى القضاء اذا الخرع يكون بدعوة الى القضاء باعتبر ان القاضي هو ولي امر المسلمين في هذا الشأن النقطة اللي بعد كده ولاد المال الذي يكوز اخصه احنا قلنا في التعريف ببدل يحصل عليه الزوج بدل يعني مقابل والمقابل اكيد مال وكلمة مال مش نقود المال ده ممكن يكون نقود وممكن يكون عقار وممكن يكون منقود اتكلمنا في ده كتير في المدني وكلمنا كتير في اكتر من موضوع لازم نفرق ما بين كلمة مال والنقود النقود ده الفلوس اللي احنا عارفنا اما المال تشمل كل شيء يقيم بالنقود ممكن تكون ارض ممكن تكون شقة ممكن تكون عمارة ممكن تكون عربية ممكن تكون مجاورات او وهكذا اسمه مال طيب المال الذي يجوز اخذه هناك مذهبان يعني فيه رأيين المذهب الاول قال ايه المذهب الاول يجوز للرجل ان يأخذ ما تم الاتفاق عليه بمعنى قالت له هاخلعك وديك كذا واتفع على كذا بغض النظر عن اللي هو المهر اللي دفعه ممكن يكون اكثر او اقل مش مهم المهم الاتفاق فان المذهب ده اجاز ما تم الاتفاق عليه تالما ان المرأة ارتضت لان المرأة اللي هتيدفع هنا خذوا بالي ده المذهب الاولين اما المذهب التاني قال ايه لا يجوز للرجل أن يأخذ من المرأة أكثر من الصداقة الذي دفعه له هنا الراجل دفع عشرة يبقى ياخد عشرة هو مش بيتاجر يعني كفاية أنه هو هياخد الفلوس اللي دفعها وكفاية أنه هو رفض الطلاق وكذا فده رأي آخر إذن فيه رأيين بالنسبة للبدل أن الرأي الأولين قال ما تم الاتفاق عليه قد يكون نفس المال اللي دفعه قد يزيد قد يقل أما الرأي الثاني قال فقط يأخذ ما دفعه رأي العلماء في تكييف الخلق كلمة تكييف في القانون معناه إعطاء وصف إحنا عندنا في تكييف الجرائم مثلا في العقوبات جنح جنايات مخالفات جنايات جنح مخالفات ده اسمه تكييف يعني بديها وصف عشان أعرف العقوبة بتاعتها طيب بالنسبة للخلع هل هو طلاق ولا فسخ من الوقت يبنيه العلاق إحنا قلنا خلق وصطلاقي عن الراجل بيطلق لكن الخلع هنا مش بإرادة الرجل لكن هولا هو فسخ لا ليس فسخا ليه ليس فسخا لأن الفسخ بينهي الأثار السابقة للعقد أما الخلع لا ينهي الأثار بدليل ثبوت نسب الأولاد وكل ما إلى ذلك طيب ذهب جمهور الفقهاء ده معناه الرأي الغالب الرأي الغالب الاختلاف رحمة الاختلاف نعمة في هذه الأمور ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الخلع طلاقا وليس فسخا الخلع اعتبر طلاقا وليس فسخا بتيجي أكمل بتيجي صحي وغلط بتيجي إختار زي ما أنت عايز بتيجي بس أديك عرفت المعلومة وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ردي عليه الحديقة وطلقها تطليقة يبقى الرسول هناك اللفظه وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر تشريع وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم مقصود فلما يقول طلقها تطليقة إذن هو طلاق ونفسخ العقد لو قال نفسخ العقد يبقى هنا أو نفسخ الزيجة يبقى أن ده اسمه فاسق الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه طلقها تطلقها يبقى طلق وده ما ذهب إليه جمهور الفقاء اللواء الرأي الأغلب والمأخوذ به في مصر باعتبار الخلع طلق طيب راحت المحكمة الست علشان تطلب الخلع هل أول ما بتروح المحكمة المحكمة تقول لا أمين عشان انت ده حقك هنخلع لا طبعا لا طبعا القانون زي ما شفنا على فكرة برضو القانون بتاخد من سياق الحديث الحديث كان فيه تفاصيل ان الرسول صلى الله عليه وسلم حاول الصلح ولكن هي رفضت هي رفضت نفس الكلام في نصوص القانون في هذا الشأن وقضاءا بيتم ان المحكمة بتحاول الأول ان تجري صلحا عن طريق ان هي بتنتدب حكمين قد يكون من أهلي وأهليها وقد يكون من معرفهم اللي هما يعرفوا طبيعة علاقتهم يعرفوا شخصيتهم اللي هما يصلحوا ما بينهم وبتديهم مدة ويجوز ويجوز ان تجدد هذه المدة فبنقول ايه المحكمة لا تقضي بالخلع الا بعد محاولة الصلح بينهما يبقى ده ايه النقطة أولانية النقطة التانية واعطاءهما مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر يبقى هنا دلوقتي هي الستة لما راحت تطلب الخلع ورفعت دعوة الخلع محكمة بتقولها قدامك ثلاث شهور للصلح بينكما ونتبح كمين هو تصلح ايه تقوله رح تصلح مع جوزك لا طبعا نتبح كمين الحكمين هنا قدروا منهم يحاولوا يصلحوا بشتى الطرق هما خلاص عارفهم كويس ممكن يكون عمو وعمها آآ قريب من هنا قريب من هنا معارف وهكذا ونتبح كمين لذلك للصلح يعني ولا يصح ولا يصح أن يكون الخلع مقابل التنازل عن الحضانة دي نقطة نقطة هنتكلم عنها تاني أنه إذا خلاص وصلوا إلى خط النهاية وأنه لازم يكون الخلع طب إيه البدل البدل قلنا ممكن يكون مال لكن التنازل عن الحضانة لا يجوز لا يجوز أن يكون التنازل عن الحضانة مقابل يعني مقابل الخلع يعني خلاص هاخلاعك بس سبيل الولاد لان الحضانة ليست حقا للمرأة ولكنها حقا للأبناء يعني الحضانة هي حقا للأبناء ان هما يكونوا مع أمهم او مع جدتهم او مع خالتهم وهكذا يعني الحضانة بالذات تحتاج الى امرأة في هذا السن الصغير فبالتالي التنازل لان الحضانة مقابل الخلع يعتبر من الامور البطلة طيب المحكمة حكمت بالخلع احنا عارفين قلنا في المرافعات السنة اللي فاتت ان القضاء المصري من مبادئه التقادي على درجتين يعني بيصدر الحكم من محكمة اول درجة وبعدين المتضرر بيطعن في الحكم امام محكمة تاني درجة طيب هل ده يجوز في الخلع تاني قلت القادي حكم بالخلع خلاص يعني بقى اصبحت طالق منه والطلاق هنا طلاق باقي ينفع الرجل يروح يطعن على حكم الخلع القانون قال لا الحكم في الخلع من درجة واحدة ويعتبر حكما نهائيا ولا يجوز الطعن عليه باي طريق من طرق الطعن اللي خدناها في سنة تانية احنا خدنا في سنة تانية طرق طعن عادية وطرق طعن غير عادية مش هنخش في تفاصيل بتاعة المرافعات علشان ما اللقباتكمش اذا القاعدة القاعدة ان الحكم الصادر بالخلع لا يجوز الطعن عليه واعتبر حكما نهائيا عندي بعد كده شروط الخلع اذا كان الطلاق له شروط في المطلق لو بيغرم وكده الخلع برضو له شروط لان بيتلتب عليه اثار مكلفة اثار مادية التزامات فبالتالي القانون والشرحات ليه شروط الشرط الاولاني ان يقع الخلع من زوج يصح طلاقه يعني زوج يصح طلاقه يعني يكون يعاقل يبالغ لاتنين مع بعض عاقل وبالغ اما الخلع المجنون لا يحق لان هنا الخلع نعتبر من الاشياء التي فيها التزام ولا يجوز الزام الصبي او المجنون فهنا الشرط الاولاني ان يصح طلاقه يعني فعلا ينفع يطلع لان طلاق الصبي لا يقع وطلاق المجنون لا يقع فبالتالي الخلع بالنسبة للصبي والمجنون لا يقع فده الشرط الاولاني ان يقع الخلع من شخص يصح طلاقه يعني طلاقه يبقى صحيح لو هو اللي وقعه طلع من نفسك يا عم طيب اتنين ان تكون الزوجية او الزوجة الزوجة محلة للطلاق يعني اما على زمته على زمته اما مطلقة طلاق راجع ولسه في العدة بمعنى ان هي على زمته مش عاوز يطلقها تخلعه طيب هو طلق طلق راجعه تم هو في الطلق الراجع لسه قيل من شوية انه يقدر يرجعها وهي خايفة ان هو يرجعها وهي لسه في العدة والعدة ما انتهيتش تخلعه لان هنا هي في حكم الزوجة في حكم ايه الزوجة مدامة ان العدة لسه مستمر إيه ما بنقول أن تكون الزوجة محلة للطلاق وإن كان يجوز خلع المطلقة طلاقا رجعنا في العدد هل يجوز الخلع في الطلاق الباين؟ لا لأن أصلاً خلاص العقد انتهى الطلاق الباين ينهي العقد وأثاره تماماً حتى لا توارث بينهم شرط الثالث ردأ الزوجين وده شرط مؤلف الكتاب مقتنع به تماماً أنه لابد أن يردأ الزوج والزوجة على الخلق طيب الشرط الرابع أن يكون الخلع مقابل عوض تدفعه الزوجة ما ينفعش يتخلع ما هنا دلوقتي الراجل طالما هنعمل حاجة بدون إراداتي فلابد من تعويضه طيب هو الطلاق بيدك وطلاق بيدك وهتدفع طيب أنت هتعمل حاجة غصباً عنك أنك هتدخلع يبقى التعويض هنا مش معقولة هتدخلع وتدفع لا ده أنت هتدخلع وهتاخد هتاخد بدل أو مقابل والزوج هتدفعه زي ما شفنا المهزبين اللي احنا قلناهم لو يأما يكون مساوي لما دفعوا يأما حسب الاتفاق الشرط الخامس أن تكون الصيغة بلفظ الخلع احنا عارفين الطلاق بلفظ الطلاق لا أنت طالق أو أنت طالق مني أو أنت طالق زي ما احنا عارفين لكن الخلع يكون بلفظ الخلع ولاسى بلفظ الطلاق أو ما يدل على ذلك كالإبراء تقول له أنا بريتك بريتك يعني أبرأتك مما عليك والافتداء تقول له أنا افتديت نفسي منك يعني أنا بالزبط أنت واخدني أسيرة وأنا هفتدي نفسي منك أو الإشارة المعروفة قد يكون في بعض الأعراف أن الإشارة المعروفة معناها الخلع وفي بعض المجتمعات الزوج والزوجة يمسكوا فتلة كده إذا قطعوها معناها خلاص انتهت العلاقة بينهما إذن عندي خمس شروط للخلع ويعتبروا من النقاط المهمة في الخلع ومن النقاط المهمة اللي بتيجي يقيم السؤال مقالي على بعضه تكلم عن شروط الخلع لازم نكتب الخمسة يقيمها تيجي في شكل صح وغلط وما إلى ذلك لم تسميها الأسئلة الموضوعية صح وغلط وأكمل وتوصيل واختار سئلة الموضوعية السئلة اللي انتو بتحبوها وللأسف بيضيع درجات منكم عشان بتتسرع طيب شروط إجابة المحكمة الزوجة إلى طلب مخالعة زوجة خلاص الزوجة راحت تعمل خلع تبقى الشروط علشان المحكمة توافق على هذا الطلب على المحكمة بنجيبها بشكل آخر دي بقى فيها تفصيل أكتر من الجزء اللي فاتت عرض السلحة على الزوجة مرتين على المحكمة عرض السلحة على الزوجة مرتين تفصل بينهما يعني بين كل مرة ومرة ثلاثون يوما على الأقل يعني السيطة رحت النهاردة النهاردة مثلا أربعة تلاتة يبقى المد ما تقلش عن أربعة أربعة اللي جاي ممكن تزيد بس ما تقلش عن تلاتين يوم نديهم براحة للصلح ولا تزيد على ستين يوما يعني من شهر لشهرين مدة الصلح ما تقلش عن تلاتين يوم ولا تزيد عن ستين يوم وتعين حكمين في سبيل ذلك زي ما دينا مثل آآ عليها طيب لا تحكم المحكمة لا تحكم المحكمة بالخلع يعني المحكمة ما تصدرش حكمها بالخلع إلا بعد أن تقر الزوجة أو تقرر الزوجة صراحة يعني تيجي كده قدام القاضي ولازم تقول بنفسها نأتوب جد زوجها ده الجملة المشهورة اللي بتشوفها في الأفلام أخشى قال لا أقيم فيه حدود الله لي الجملة اللي قالتها الصحابية لرسول صلى الله عليه وسلم لي قالت فيه أخشى أن أخرج من الإسلام أو أخشى الكفر بعد الإسلام هيا ديت قال لا أقيم حدود يعني هكفر لو فضلت معا الحكم بالخلع لا يؤثر على حقوق الصغار يعني الأبناء لو لهم نفقة أو لهم نفقة حضانة أو دراسة أو نفقة رضاعة كل هذه الحقوق ليس لها علاقة بالخلع الخلع ده بين الرجل والمرأة فقط والأبناء حقوقهم محفوزة زمية سواء متعلقة بحضاناتهم أو النفقة أو المصرفات المدرسية مقدر بدل الخلع الجزئدة هندي بقى فيها تفصيل أن احنا هنعرف الخلع ومقدر بدل الخلع اللي المحكمة هتقرره حسب حسب لو حصل خلاف يعني حسب من هو الذي تسبب في الخلع ما مش شرط إن الست تاخد قرار الخلع تبايا السبب لا قد يكون الرجل وقد تكون المرأة وقد يكون الاتنين يبقى عندي ثلاث حالات الأول لما تكلم عن مقدر بدل الخلع يبقى لازم أعرف يعني بدل الخلع بدل الخلع تعريف مصطلح بيجي كتير جدا يما يجيب لك المصطلح وأنت حضرتك تقول التعريف يما يجيب لك التعريف وأنت تقول المصطلح تعريفه بدل الخلع هو ما تلتزم به الزوجة بدفعه إلى زوجها مقابل الخلاص حلوة كلمة الخلاص دي مقابل الخلاص منه وإنهاء العلاقة بينهما التعريف بدل الخلع هو ما تلتزم به الزوجة بدفعه إلى زوجها مقابل الخلاص منه وإنهاء العلاقة بينهم ده لو جاء لك إيه عرف بدل الخلع نخش على بدل الخلع قلنا في كم حالة قلنا فيه ثلاثة الحالة الأولانية إذا كانت الكراها من المرأة يعني الست هي اللي راحت للآديو قالت مش طيقة. وهو الراجل زي الفل شمعة منه وراء. بس انا مش طيقة. ازا كانت الكراها من المرأة للرجل شخصيا دون ازاء منه. يعني هو ما بيعملش حاجة غلط معه. جاز له اخذ عوض مساوي لما اعطى او اكثر. هنا القاضي ممكن يحكم انه تاخد اكتر. ده اللي بيحدده برضو اكتر الحكمين. اللي هو اللي هيعنهم القاضي. هو اللي يقول ايوة لا الراجل كويس بس يمشي عايزاه. طب ايه المقابل هو كان دفع عشر او خمستاشر او يخدوا عشرين. هنا يجوز. هنا يجوز لي عشان الكراها من مين? من المرأة. كرها ايدفعي. طيب اتنين. ازا كان النفور يعني الكره من جانب الزوج. يعني هو بقى اللي مطلع عينيها. مغلبها في عشيتها. مسممها في بدانها. الراجل يعني مخلاها مش طائقة نفسها. هتكفر بجد. ازا كان النفور من جانب الزوج يكره ويكره دي درجة من درجات التحريم. يكره في الفقه طبعا. ان يأخذ الزوج بدل الخلع لانه السبب في ذلك. انت السبب في ان هي الست طالبك كده وانت مش راضي تطلق. يبقى المفروض ما تاخدش. المفروض تتخلع. وتحمد ربنا انها خلاعيتك ما عملتش حاجة تانية. نمر التلاتة. ان يكون الكره متبادلا. يعني هما الاتنين مبهدلين بعض. هما الاتنين بيكرهوا بعض. هما الاتنين سيئين جدا مع بعض. ازا كان الكره متبادل جازة يعني يجوز. الخلع مع عدم الزيادة في المقابل عما اعطى الرجل. طالما انت وحش وهي وحشة. او انتم الاتنين ما بتحبوش بعض. تفعت عشر تاخد العشر. لا زيادة ولا اقل. يبقى ازا عندي بدل الخلع ليه تلات حالات هيتقدر بدل الخلع بناء على مين فيهم اللي كاره. ازا كانت المرأة كارهة والراجل كويس يجوز ان ياخد اللي دفعه او اكثر. ازا كان الكره من الرجل يعني هو اللي متعب في عشتها. المفروض ما ياخدش يكره انه يأخذ. يأخذ. ازا كان الكره من الاتنين يعني الاتنين هما الاتنين غلطانين والحياة مش تستمر بسببهم هما الاتنين. في هذه الحالة يجوز ان يأخذ ما يدفعه فقط لا غير. النقطة اللي بعد كده الاثار المترتبة على الخلع. طيب. الخلع عليه اثر. زي ما الطلاق عليه اثار. وشوفنا الطلاق الرجع له اثار. والطلاق البائن اه بينهم صغر له اثار. والطلاق البائن بينهم الكبرى له اثار. نفتكر الطلاق الرجع اثاره ايه? انقص عدد الزوجات. اه التلقات. يعني الرجع لو في ايده تلات اه طلاقات استخدم واحدة بفضل له اتنين. واستدامة الحياة الزوجية. الطلاق البائن شوفنا اثاره ايه? انه بينه عقد الزوجية وعايز ارجعها عقد جديد ومهر جديد. يعني الطلاق البائن بينهونا صغرى بيفيد ايه? بقاء الحل وزوال الملك. فاكرينها? بقاء الحل يعني حلال ترجع له. زوال الملك ما نفعش ترجع له الا ما هي توافق. الطلاق الرجعي. الطلاقة العدة موجودة. الحل والملك موجودين. اما الطلاق البائن بينهونا الكبرى اللي هم التلات طلاقات زوال الملك والحل. اللي اتنين. لا ترجع له حتى لو هي عايزة ما نفعش. خلاص. اصبحت محرمة عليه تحريم مؤقت. فاكرين تحريم المؤقت طبعا. المهم. نرجع تاني لاثار المترتبعة على الخلق. في اثار متفق عليها. يعني ما فيش اختلاف بين الفقهاء على هذه الاثار. وهذه الاثار المتفق عليها واحد. انفصام. يعني انتهاء. العلاقة بين الزوجين اللي قد طلاق البائن. اصبحت خلاص. مش زوجته. طلاق بائن. يعني ما ينفعش ترجع له الا بعاقد جديد وما جديد. على عكس الطلاق الرجع. حتى لو في العدة. خلاص انتهت العلاقة. العدة فقط هنا في هذه الحالة. للتأكد من براءة الارحم. تاني. في الطلاق البائن. بينونا صغر. طلاق البائن. بينونا كبرى. وفي الخلق. العدة للمرأة مش عشان جوزة يرجعها. لا. خلاص. الموضوع انت عاوز يرجعها بعد جديد ومهار جديد. حتى لو بعد ساعة وزيرجعها. ما ينفعش. لكن العدة الهدف منها. التأكد من براءة الارحم. حتى لا تختلط الانساب بين آآ الاسر والعائلات. يبدا ده الاسر الاول المتفق عليه انتهاء او انفصام العلاقة بين الزوجين. كالطلاق البائن. النقطة التانية المتفق عليها من اثار آآ المتلتب على الخلع. لزوم بدل الخلع في ذمة الزوجة. مفيش اختلاف. الخلع طالما الست هي اللي بتخلع واللي راحت المحكمة. يبقى البدل مين اللي هيدفعه? الزوج ولا الزوجة? طبعا ما ينفعش نكلف شخص بحاجة هون مش عايزها. او الراجل مش عايز يطلع ومش عايز يخلع. يبقى ما يدفعش. لكن مين اللي عايز الخلع? الزوجة يبقى هي اللي تدفع. ازا تلتزم الزوجة ببدل الخلع. تلاتة عدم اقتران الخلع بشرط فاسد. يعني ما ينفعش. ان هي تخلعه مقابل مثلا التنازل على الحضانة. ما ينفعش ان هي تخلعه مقابل ان هي تدي له حاجة حرام. او مسلول. وا كزا. كل هزي الام. او ما ينفعش ان هي اتخلعه مقابل. انها تسيب مسكن زوجية. لان مسكنززوجية خلال شهور العدة هو حقه لله. وليس حقه للمرأة وللرجل. ليه حقه لله. لان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي قال كده. ان الزوجة خلال شهور العدة ما تخرجش من مسكنززوجية. فهزا يعتبر شرط فاسد إذا اقترنا به الخل يعني هتخلعيني بس تسيب البيت ما ينفعش لازم خلال شور العدة تمكث أو تبقى في منزل الزوجية طيب دي كده اللي فاتت اسمها الأثار المتفق عليها نشوفها الأثار المختلف عليها يعني أخسار مختلف عليها يعني فيه أكثر من رأي يعني فيه رأي قال بيها ورأي قال عكسها أول أثر من الأثار المختلف عليها الحقوق المرتبطة بعقد النكاح لو عقد الزواج والحقوق عدم تأثير الخلع عليها زي النفقة يعني فيه رأي قال أن المرأة تأخذ النفقة بتاعتها عادي خالص اللي هي الشرع الدهلة ورأي قال ليس لها نفقة إذن هنا دعوا طبعا عشان كده طالما فيه أكثر من رأي يبقى مختلف عليها اللي فاتوا الأربعة اللي فاتوا ما فيش اختلاف عشان كده اسمها متفق عليها بأول أثر مختلف عليه النفقة يعطبنا الأثار المختلف عليها فيه رأي قال تأخذ لها نفقة ورأي قال لا ما تاخدش نفق. الاسر التاني المختلف عليه مقدار الفدية. احنا شفنا في الاول قلنا فيه مذهبين وبعد كده لما اتكلمنا في بدل الخرع وقلنا فيه تلات آآ نقاط مهمة جدا ازا كان الكره من الرجل او الكره من المرأة او الكره متبادل من الاتنين. يبقى ازا هنا فيه اختلاف. المذب الاولاني اللي قال ما ياخدش اكتر مما دفع. المذب التاني اللي قال ياخد اللي اتفقوا عليه. ازا ده برضو طالما فيه اختلاف. يبقى ازا اعتبر من الاسار المختلف عليها. وبنقول مقدار الفدية ذهب الجمهور الى جواز اغز اكثر مما اعطى. على عكس ما قال به الحنفية. خاصة اذا كانت ضرر من جهته. الحنفية قاله ما ياخدش اكتر من اللي دفعه. لو المذهب الحنفي. ده المذهب المعخوز به قضاءا وقانونا في مصر فيما يتعلق بالاحوال الشخصية. حتى كنا بتشوف دهما كده المأزون. لما يجي يعقد العقد يقول ايه? على مذهب الامام ابي حنيفة نعمان. احنا عندنا اربع مذهب في العالم الاسلامي اللي هي المذهب الوساطية اللي بدنا مش بها كلها. المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي. في الغالب والاعم في المسائل الاحوالي الشخصية. الاعم مش كله طبعا. بناخد بالمذهب اه الحنفي. النقطة اللي بعد كده شروط العوض المدفوع في الخرق. طيب خلاص اتفقنا الستة تدفع العوض وعرفنا تدفع اكتر او اقل او مساوي. العوض نفسه لشروط. واحد ان يكون مما يصح تملكه. وبيعه. يعني ايه? يعني حاجة ينفع اتملكها. عربية. ارض. شقة. فيلا. جهاز. موبايل. تلفزيون. كمبيوتر. خلاص. اه فلا يجوز الخلع بمال حرام. يعني ما يكونش سرقته. ما يكونش مال عام. ما يكونش مال مختلس. ما يكونش مال مختصب. في هذه الحالة بنقول فلا يجوز الخلع بمال حرام. واقع الطلاق ورد المال. يبقى هنا خسر. هو دلوقتي مسلا هي سرق ابضعة. وقالت له اه اه اخلعني وادكي البضعة دي. بعد ما يخلعها ويقع الخلع اه قضاءا. في الحالة دي تثبت ان هذا المال مصروق. المال المصروق يرد الى صاحبي. والطلاق وقع. خلاص. ما نقولش نبقى الطلاق باطل ولا فاسد عشان المقابل فاسد. لا. الطلاق وقع وانتهى الامر خلاص. اه الشرط التاني في العوض. قال لا يؤدي العوض الى امر لا يجوز. كأن يكون المقابل هو خلوج الزوجة من مسكنها. لسا لنا من شواء بنقولها تاني. ان ما ينفعش يكون المقابل ان الستة تخرج من مسكنها. عشان المكوس او المقاء في مسكن الزوجية بعد الطلاق هو حقه لله ولا جزء التنازل عن الحقوق الله سبحانه وتعالى. الموضوع اللي بعد كده الفرق بين الخلع والطلاق على مال. الطلاق على مال. الست بتروح له جزء اتفق معاه. طوله طلقني وديك مبلغ. او اديك اه ارض او اديك شاء او اديك عفش. اديه. اديك فلوس. بس تطلق. اذا وافق اسمه طلاق على مال. هو انه طلق بقرطه. مقابل انه خلاص. يعني هتعوضه بحاجة. ما راحوش المحكمة. ما فيش دعوة. ما فيش حكمين ولا الكلام ده كله. راحوا مع بعض المأزون اه طلقني طلقته هتديله كزا مقابل الطلاق اسمه طلاق على مال. والطلاق على مال نوعه ايه? طلاق بائن بينونا صغرى. يعني ما ينفعش رجعها. عشان مش ممكن بعد ما تدفع هي المقابل وخلاص وطلق اي روح يرجعها تاني. لا. طلاق بائن بينونا صغرى ولاسا رجع. الخلع برضو الست بتدفع. ولكن بتلجأ للقضاء. وبيبقى اه يعني فيه اجراءات اكسر تعقيدا واكسر من اه الطلاق على مال. طب ايه بقى الفرق ما بينهم? هم بيتشبهوا وبيختلفوا في بعض الامور. انشوف الاول بعض الفقاء كالشافعية لا يفرقون بين الخلع والطلاق على مال. قالوا هم اللي اتنين زي بعض. في احكمهم وفي نوع الطلاق وفي الالتزامات وفي الاسر المترتبة عليها. الحاجات اللي احنا شرحناها. قال لك الطلاق على مال هو هو الخلع. ده مين? مذهب الشافعية. باستسداء محمد بن الحسن. طيب. نيجي بقى على المالكية. السادة الملكية بيقولوا ايه? يقول الملكية ان الخلع عام من الطلاق على مال. عام يعني اشمل. لانها يشمل للطلاق على مال او الخلع دون عوض. احنا شفنا من شوية انه ممكن يبقى في خلع من جر ما وقت حاجة. ازا كان الكره منه هو. يبقى هنا الخلع اشمل من الطلاق على مال. ان الطلاق على مال لازم الست تدفع. يبقى هنا مخصص بالمقابل. اما الخلع قد يكون بمقابل او بدون مقابل. في الحالة التالتة اللي احنا قلناها إذا كان الزوج هو السبب في ذلك أو إذا كان العواض باطل فبالتالي هنا مش هينفع ياخد حاجة بس الطلاق وقع فهنا في الحالة دية السادة الملكية قالوا قالوا أن الخلعة أعام من الطلاق على مال لأنه ويشمل الطلاق على مال والكلعة دون العواض يعني بيشمل الاثنين مع بعض أما السادة الحنفية بيقولوا إذا كان العواض باطلا في الطلاق على مال طلاق على مال يعني مثلا قالت له طلقني وinks اه صندوق خمرة طلقني وهديك لحمة خنزير طلقني وهديك اه فلوس انا مزورة باطل كل ده اعتبر باطل اذا كان الطلاق على مال اه باطل وقع الطلاق رجعيا هنا بقى حكم الطلاق ايه هيبقى رجعي تاني عند السادة الحنفية اذا كان الطلاق على مال على مال باطل من الامثلة اللي انا قلتها هيتحول من طلاق باقي لطلاق رجعي عنو لا لا هرجعيك ليه انت الفلوس المزورة دي لا ادنتمدياني خمرة لا ادنتمدياني وهكذا كل هذا يعتبر مقابل باطل لا جزء للمسلم ان يتعامل فيه فبالتالي اذا كان باطل يعني كانو مش موجود يبقى كده كانو طلقها مش على مال يبقى رجعها تاني السادة الحنفية بتقول اذا كان المقابل باطلا في الطلاق على مال تحول من طلاقا باقينا 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 صغراء الى طلاقا الى طلاقا رجعي العكس الخلع الخلع بقى عند الحنفية برضو فان العواد اذا فسد وقع الطلاق باقينا يعني هو راحت المحكمة وخلعته وكان المقابل فاسد يعني تلع المال مصروق او او من الامور اللي احنا قلنا عليها من شهدية هيبقى كما هو باقينا لانه واقع عن طريق القاضي وده برضو غير انه واقع عن طريق القاضي هو ده رأي السادة الحنفية في الخلع حتى لو المال المقابل للخلع فاسد بقى كما هو اا باقينا ده الفارق ما بين الطلاق على مال والخلع عند السادة الحنفية با احنا دلوقتي لما اتكلم عن الفرق كده الشاشة كلها قدامنا بين الخلع والطلاق على مال قلت عندي مذهب الشافعية مذهب المالكية ومذهب الحنفية مذهب الشافعية بيقول ما فيش فرق ما بين الخلع والطلاق على مال مذهب المالكية قال ان الخلع اعم واشمل من الطلاق على مال لانه يشمل الطلاق على مال والخلع يعني اعتبر الطلاق على مال صنف من صنوف الخلع. اما ماذا بالحنفية قال اذا كان المال صحيح فهو بائن. اما اذا كان المقابل جير صحيح يعني باطل او كان فاسد وما الى ذلك تحول الخلع من طلاق بائن الى طلاق رجعيا. هنشوف بعد كده نقطة بعد كده. الفرقة نتيجة تطليق القدي. كل اللي فاده. بداية من الطلاق شفنا الطلاق هو حق للرجل. عرفنا الطلاق شروطه. انواعه. انواعه من حيث الرجع وانواعه من حيث الصيغة. وشفنا اصاره وهكذا. وشفنا الطلاق البيان بينه صغره وبينه كبره والكلام ده كله. بعد كده اتكلمنا عن الخلع. الخلع يعني الست راح تتنازل عن حقوقها من قبل انها تخلع تتخلع من الرجل. ومش شرط تقول السبب. في الخلع لا يشترط ان يكون فيه سبب. هي بس تكفي انها تقول ايه اخشى قال لا اقيم فيها حدود الله. بدون تفاصيل. ولكن ده من فيه ولكن. التي اجاز فيها القانون للمرأة 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 ان تلجأ للقاضي تلبا للخلع لسبب. يبقى انا تروح للقاضي. هتقول له عفوا هتطلب الطلاق لسبب. راح تقول له عايزة اطلق علشان كزا. في الحالة دي هنا الست ما بتخسرش حاجة. بتاخد جبيع حقوق. يبقى ده فرق بين الخلع والطلاق على الطلاق القاضي لسبب. وانا عندي في المنهج مجموعة من الاسباب هنشرحهم دلوقتي اللي هو الطلاق لعدم الانفاق. الطلاق للغيبة. الطلاق للضرر. الطلاق للحبس. الزوج المحبوس. والطلاق لتعدد الزوجات. ده بنسميه الفرق نتيجة تطليق القاضي. يعني المرأة هتلجأ للقاضي طالبة للطلاق. اول حالة عندنا التفريق لعدم الانفاق. واحيانا بنسميه الاعصار. الشخص المعصر ميم عين سين ري هو الغير قادر على الانفاق. عنده اعصار يعني ربنا عافينا وعافيكم. مش لها اياكم. طيب. نفقت الزوجة واجبها شرعا على الزوج. يعني نفقت الزوجة واجبها على مين? على الزوجة. واللازم ينفق عليه. المذهب الحنفي قلنا ده المذهب اللي بناخد به لا يجيز التطليق لعدم الانفاق. يعني لو المذهب الحنفي. انت لو لجأت لقاضي حنفي وروحت طلبت من الزوجة من القاضي. عاوزة تطلع عشان جوزي ما بصرفش عليها. حسب المذهب الحنفي لا يجيز. هيرده. اما المذهب السلاسة الاخرى احنا قلنا عندنا اربعة. خلاص الحنفي قلنا. فضباء الشافعي والمالك والحنبلي اجازوا اجازوا التطليق لعدم الانفاق. تاني. المذهب الحنفي رفض التطليق لعدم الانفاق. اما المذهب السلاسة الاخرى فتجيز للمرأة طلب التطليق مولناشي الطلاق. في فرق بين الطلاق والتطليق. الطلاق يعني الرجل يوقع بارادته. اما التطليق يعني بدون ارادته في اجبار زي نفاذ وتنفيذ طلاق وتطليق في اجبار اما طلب التطليق لعدم الانفاق ويحكم لها القادي بالتطليق اذا ثبت لديه الامتناع الانفاق طبعا عن طريق شهادة الشهود وما الى ذلك القادي اذا تثبت من صحة قول المرأة يحكم بالتطليق شروط التطليق لعدم الانفاق طبعا القادي لديه الشروط لابد ان تكون متوفرة حتى يقدي بالتطليق لان التطليق ده طلاص اجبار انا بعمل حاجة للرجل غزب عنه هو مش عايزة. فلازم يكون يطال فرصة. واحد ان يمتنع الزوج فعليا عن الانفاق على زوجتي. شهدت الشهود طبعا. يقول اه فعلا ما بيصرفش. طبعا مش بقول المرأة. ما يكون متجنية. او يكون بتجدب. طيب. شهد انه يمتنع الزوج عن الانفاق على زوجتي. اتنين. ده مهم او. الا يكون للزوج مال زاهر. يعني ما عندهش اموال ممتلكات. اراضي شركات عربيات. اه شواء. ده اسمه مال زاهر. خلاص? ده يعني مال نقدر نتيقن من وجوده. مال نزهر. وهو ما يمكن التنفيذ عليه بالطرق المعتادة. انه هو الحجز والبيع اللي هو بتاع المرافعات بتاع سنة تالتة. بمعنى ايه? انت يا سيتي جيت يا عايزة ايه? عايزة اطلق. ليه? ما بيصرفش عليه. مشكلتك في الفلوس? اه مشكلتي في الفلوس. طيب. ما هو عنده كزا وعنده كزا وعنده كزا. هنيحجز على هزي الاموال وين بيعها وتنفقي من اموالها. طيب الطلاق هنا ليس له لازم. ازا لا يجوز ان يستجيب القاضي للطلاق لعدم الانفاق ازا كان للزوج مال ظاهر. لازم يكونش عنده. مفلس. اجاز القانون للقاضي ان يطلق زوجة الغائب والمحبوس بسبب عدم الانفاق ازا طلبت ذلك. كندو بالك هو هنا يعتبر سببين في سبب. غائب ده سبب وما بيصرفش ده سبب تاني. محبوس ده سبب وما بيصرفش ده برضه ده سبب تاني. ازا هنا يجوز ان يطلب زوجة الغائب والمحبوس لعدم الانفاق. يعني تروح تقول له انا عزا تطلق عشان ما بيصرفش عليا. برغم ان هو محبوس. ممكن تقول عزا طلع عشان محبوس. بس تقول عشان ما بيصرفش عليا. بس عشان محبوس لها شروط اخرى هنتكلم عنها دلوقتي. يعني اول نوع عندي من انواع التطليق عن طريق القاضي. التطليق لعدم الانفاق. ولا بدي انا توفر فيه شارتان. ان يمتنع الزوج عن الانفاق على زوجتي. ان الزوج ما يكونش ليه مال ظاهر يجوز حبسه. اه حاجزه ثم بيعه. طيب. حكم التطلاق لعدم الانفاق يعني نوعه ايه? خلاص احنا قلنا عندنا طلاق راجعي. طلاق يمباين بينونا صغرى. وطلاق يمباين بينونا كبرى. حفظناهم لما زينا. حكمه ايه? يقع الطلاق الذي يوقعه القاضي لعدم الانفاق راجعيا تاني. الطلاق الذي يوقعه القاضي لعدم الانفاق هو طلاق راجعي. الطلاق الذي يوقعه القادي بسبب اعصار الزوجة وطلاقه راجعين. غالبيت ان لم يكن جميع التطليق عن طريق القادي بائن بينونا صغرى. الا هذا النوع. الا هذا النوع. طيب. وهذه هي الحالة الوحيدة التي يقع بها تطليق القادي للزوجة طلاقا راجعيا ولا سبائنا. ده معنى ايه? ان الزوج يقدر يرجع زوجته. طيب ازاي ده القادي طلقها? وهو يقدر يرجعها اه بشرطين. ما مش راح يطلبت طلع عشان بتكرهها. يطلبت طلع عشان ما بيصرفش. طيب خلاص. يقدر يرجعها ولكن بشرطين. الشرط الاولاني ان يثبت الزوج يساره. يساره عكس اعصاره. الاعصار. فكر مطقع شديد الفكر. يساره خلاص مع فلوس. الراجل بقى اشتغل ولا ويرس ولا البيدي اشتغلت. خلاص يثبت يساره وقدرتي على الانفاق. يا سيادة القادي انت حكمت بطلق زوجتي ولسه في العيد. لسه في العيد. وانا عايز ارجع زوجتي. ايه جيبت يا ابني فلوس اه معي فلوس ايه. عندي داخله. بيت اشتغل له. ده الشرط الاولاني. الشرط التاني ان يعلن استعداده لاداء النفق التي عليها. طيب يا ابني انت كان عليك نفقة قديمة. انت قعدت سنة ما تصرفش عليها. هدفع النفقة ويدفعها فعلا لزوجته وتيجي تكر اه بانها فعلا اه استلمت النفقة او يضعها في خزينة المحكمة. يبقى ازا عندي شرطين للرجعة بسبب التطليق لعدم الانفق. شرط الاولاني ان الزوج يثبت يساره قدرته على الانفق يعني. شرط التاني ان يعلن استعداده لاداء النفقة التي عليه. اه النوع التاني اه للتفريق بحكم القادي هو التفريق بسبب الغيبة. الغيبة يعني الزوج هيجيب مدة كبيرة. فبنقول ازا جاب الزوج سنة فاكثر. قد بقيت من كلمة سنة. دايما الشروط والخصائص بناخدها من من التعريفات. الشروط والخصائص في القانون بناخدها من التعريفات. فحاجات كتير جدا. فمش عايز اشتتك خلينا في دي. ازا غاب الزوج سنة فاكثر جازة للزوجة ان تطلب التطليق بشروط. واحدة جزء غاب عنها فاتضررت بسبب هذه الغيبة. مش تفضل طول عمرها متعلق. فتعمل ايه? عزيزة تشوف حيات. فتروح للقد تقول له عزيزة تطلق. يقولها ليه? هنا بقى ده السبب. فتقول له عشان غائب. احنا شفنا السبب الاولاني. عدم الانفاق. ده سبب الثانية الغيبة. الشرط الاولاني للتطليق بسبب الغيبة ان تكون الغيبة بدون عضل مقبول. يعني ما يكونش هسافر بيشتغل. ما يكونش هسافر بيعمل دراسات. ما يكونش هسافر آآ في في مهمة رسمية وما الى ذلك. غاب. لسبب غير مفهوم او لسبب غير مقبول او عزر غير مقبول. وهذا العزر لي يقدره القاضي. فهو وليس له لاحد يعني آآ وصاية على القادي في ذلك او رقابة على القادي في ذلك. اللي بيقدر العزر ده القاضي ليس اكتر. فاذا ان تكون الغيبة بدون عزر مقبول. الشرط التاني ان تكون الغيبة سنة فاكسر. وده اللي احنا اخدناها من التقدمة. اللي احنا لما احنا قلنا ايه? ازا غاب الزوج سنة فاكسر يبقى ده خلاص ده شرط. يبقى هنا الست مش بعد ما جزء هيجيب شهر تجري على المحكمة تقول له عايزة طالله ليه جزء غايب بلد ايه? شهر. طبعا هيرفض. لا لا القانون اشترت اه نيتكون سنة فاكسر. يعني بعد السنة تعالي. ازا غاب سنة وما تعرفيش اخباره تعالي واحنا هنطلقيك منه. الشرط التالت صدور حكم قضائي. صدور حكم قضائي بالتطليق. ما نقولش بالطلق. نقول ايه? بالتطليق. ازا عندي تلات شروط للتفريق بحكم القادي بسبب الغيبة. قدوا بالكم. قلنا التطليق عن طريق القاضي لازم يكون بسبب على عكس الخلع. السبب الاولين قلنا عدم الانفاق. السبب الثاني الغيبة. التلات شروط الغيبة بدون عزر مقبول. شرط التاني. ان يكون فات سنة على الغيبة. شرط التالت صدور حكم بالتطليق. طيب. كل هذا ازا كان غياب الزوج في بلد غير التي تقيم فيها الزوجة. يعني سافر برا مصر. نفترض مسلا ان الزوجة في مصر. ودرح اي دولة تانية. دي اسمها غيبة. دي اسمها ايه? غيبة. اما ازا كان يجيب عن بيت الزوجية في نفس البلدة. ان شاء الله يا رب حتى لو في الشقة اللي تحتيها. ما اسمها اش غيبة. هنا في الحالة دي بنسميه ضرر. هنا ما اسمها اش غيبة. اسمه ايه? ضرر. يعني ما بيخشش بيتهم خالص. قاعد في في البيت اللي اصادهم. قاعد في اخر الشارع. قاعد في في الحي اللي جنبيهم. هنا ما اسمها اش غيبة. هنا هتروح اتطلب التطليق من القاضي. لغيبة لا مش غيبة. عشان في نفس البلد دي باسمه ايه? ضرر. بسبب امتناع زوجي من المجيء الى البيت. قول تاني كل هذا اذا كان غياب الزوج في بلد غير التي تقوم فيه الزوجة. اما اذا كان يغيب عن بيت الزوجية في نفس البلدة التي تقوم فيها الزوجة فان الطلاق انها يكون للضرار. طيب. كان في نقطة كده عركت اليها وانا بشرح. طيب المحبوس. ما المحبوس دوت ليه اكتر من شق. انه غائب. وانه ما بينفقش. شوفنا في الطلاق لعدم الانفاق انه يجوز لزوجة المحبوس ان تطلب من القاضي التطليق لعدم الانفاق. زي ما يصرفش ممكن يكون واحد محموس وغني ويصرف. يبقى ما ينفعش هنا تقول له التطليق لعدم الانفاق. هنا بقى يكون التطليق الحبس. والقانون برضو حتى شروط قال ان عشان المرأة تطلب من القاضي التطليق بسبب حبس زوجها. الشرط الاولاني ان يكون مدة العقوبة لا تقل عن ثلاث سنوات. يعني الراجل لو اخد سنة او سنتين القاضي مش يستجيب لها. بس يكون بين في اقتبا. طيب يبقى الشرط الاولاني مدة العقوبة ما تقلش عن ثلاث سنوات. الشرط التاني انها ترفع الدعوة بعد سنة من من نفاذ العقوبة. شفنا زي سنة بتاعت الايه? الغايبة. زوجها مش غاب وجريت طلبة التطليق. لا لازم تفوت سنة. نفس الكلام هنقيص على الغياب. هنعتبر. برضو نص قرونينا كان واضح وصريح. قال مش هترفع الدعوة الا بعد سنة من حبسه. هو اخد خمس سنين ولا عشر سنين. بس مش قال ما راجل هي تحبس تجري على طول تطلوب الطلاق. لازم يفوت سنة بعد كده تطلوب ايه? الطلاق بسبب الحبس. ده ازا كان بينفق. ما بينفقش يطلوب يبقى الطلاق للحبس وعدم الانفاق. عندي كزا سبب بيختار اللي انت عايزي. طيب. عندي ايه تاني? التفريق للعيب. ايه ده احنا نركز مع بعض. كلمنا التفريق لعدم الانفاق. التفريق للغيبة وداخل معاها. تفريق بسبب الحبس. وكل حاجة لها شروط. اللي عايزة اقوله ان التفريق للغيبة والتفريق للحبس بائن بينونا صغرى. تاني. التفريق للغيبة والتفريق للحبس. نوع ايه? بائن بينونا صغرى. ده اللي انا قلته. جميع الطلاق عن طريق القادي بائن بينونا صغرى. الا الطلاق لعدم الانفاق. طيب. التفريق للعيب. العيب معناه ايه? ان الزوج يوجد به عيب. يوجد به عيب. يستحيل او يصعب معه استدامة الحياة الزوجية دون وجود خطر او ضرر يقع على المرأة فانا القانون اجاز للمرأة ان تطلب التفريق للعيب فبنقول اجاز القانون للزوجة ان تطلب التفريق بينها وبين زوجها اذا ثبت ان به عيبا يحول يعني يمنع دون معاشراتها دون ضرر معاشراتها يعني يعيشوا مع بعض في نفس البيت يعني ضرر زي الجنون والجزام والبرس الجنون يعني ممكن كده في خطر على حياتها ممكن يموتها ممكن لعفيها ممكن يرميها من البلكونة ده في خطر ده مجنون انسان يعني عقله رايح تماما احنا عارفين الجنون هو اذهب العقل بشكل دائما مستمر ولا سلاه علاج الجزام والبرس ربنا عافينا وعافيكم هي امراض ليس فيها شفاء ومهلكة فبالتالي برضو ده في ضرر على الزوج هنا ده اسمه عيب فهي جزء للمرأة ان تطلب التطليق ولكن بثلاث شروط الشرط الاولاني ان يكون العيب مستحكما او مستحكما يعني مستحكم يعني ما يش هيخف منه ولا دلوقتي ولا بعد ميتسا ملوش علاج يعني لا يمكن الضرء منه كالجزء الشرط التاني ان لا يمكن المقامة معه يعني مع جزء الا بضرر كالجنون احنا شو ان زي مدتك امسيلا ممكن يعمل فيها اي شيء يأذيها هي اولادها فبالتالي هنا في خطر على حياتها وعلى نفسها فلا ده اسمه ضرر فتطلب التطليق بسبب هذا الضرر تلاتة الشرط التالت للتطليق بسبب العيب الا تعلم المرأة بالعيب عند العقد بمعنى سواء هذا العيب كان موجود قبل العقد او بعد العقد اذا كان قبل العقد موجود وهم اخفوا عن هذا العيب من حقها بعد ما تعرف تطلب التطليق ولكن اذا رضيت وتعلم بالعيب قبل قبل العقد لا يجوز لها لانها رضيت يعني قبل ما يتجوز اقول له اخد يبالك عشان عنده مرض كذا وهي وفقت على ده وثبت الكلام ده مش من حالة تطلب التفريق من توافقته لمن الاول او ان هذا المرض جدة يعني حصل بعد العقد وهي رضيت انها تبقى مش من حالة تطلب التفريق يبنى اذا اشترت هنا عدم علم المرأة بهذا المرض عنده العقد وعدم وافقته عليه سواء كان رضاء ضمني او رضاء صريح طيب نوع ايه اتفقنا خلاص نوع ايه طلاق بائن بينونا صغرى او طلاق بائن اذا التفريق لعدم العيب هو طلاق ايه بائن النوع الرابع من انواع التفريق بسبب القادي هو التفريق للضرر وسوق العشرة بنقول ايه يجوز للزوجة اذا ادعت الدرر من الزوج يعني ايه الدرر الدرر هنا يختلف من امرأة لأخرى حسب المستوى الاجتماعي والثقافي والاجتماعي فبنقول اذا ادعت المرأة اذا ادعت المرأة اا الدرر من الزوج بيغلط فيها بيجتمها بيضربها بيأزيها يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي تلقى بائنا إذا عجز عن الإصلاح بينهم دائما القاضي في هذه الأمور القانون بيقوله الأول إصلح قد يصلح الله شأنا بعد فساده يعني يعني عجز عن الإصلاح بينهم وكذلك لو عجز الحكمين كل المدة يحددها القاضي لا تتجاوز ستة أشهر إذا عجز الحكمين عن الإصلاح إن كانت الإساءة من الزوج اقترح الحكمين التفريق دون المساس بحقوق الزوجة يعني الزوج هو اللي غلطان إذا كانت الإساءة من جانب الزوجة اقترح التفريق نظير بدل مناسب يقدرانه تلتزم بالزوجة يعني الست هي مش كويسة طيب خلاص يعني الرجل كويس بس أنت بتدعي الضرر يبقى لازم يكون فيه مقابل به إذا كانت الإساءة مشتركة أو لم يعرف المسيء اقترح أن يتم التفريق دون بدل وفي هذه الحالة هذا التلاق يقع طلاقا بإنه وكده أولادي وأبناء وبنات طلبية وطلبات المدارس التجارية شعب القانون نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة أتمنى تكونوا استفدتم منها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته